اشتركوا في القناة في ظل ما تحظى به العلاقات الثنائية من دعم مستمر من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله في قصر رفاعة اليوم بحضور معالي السيدة فوزية بن عبدالله زينة الرئيسة مجلس النواب ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني معالي السيد بارك بيونغ سوغ رئيس الجمعية الوطنية الكورية الذي يزور البلاد حيث رحب سموه برئيس الجمعية الكورية مشيرا إلى أهمية استثمار الزيارات المتبادلة بين البلدين الصديقين في تعزيز الشراكات الاستراتيجية في مختلف المجالات لتوفير مزيد من الفرص النوعية وضرورة الاستفادة من الخبرات المتبادلة في المجال التشريعي بما يعزز من التعاون البرلماني بين البلدين وعربا سموه عن تطلعه للدفع بعلاقات التعاون نحو أفق أوسع بما يسهم في تحقيق الأهداف المشتركة المنشودة على كافة المستويات وضاف سموه أن البحرين حريصة على توطيل مختلف مسارات الشراكة مع الدول الأسيوية الصديقة في كافة المجالات وأكيدا سموه على ما تقوم به جمهورية كوريا الصديقة من دور بارز في القطاعات الاقتصادية والصناعية والتي تصهم في تعزيز مساعي التنمية المستدامة على الصعيدين الأسيوي والدولي كما تم خلال اللقاء مناقشة مجمل القضايا على الساحتين الإقليمية والدولية وبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بما فيها جهود البلدين في الحد من انتشار جائحة فيروس كورونا وآخر مستجداتها من جانبه قدم رئيس الجمعية الوطنية الكورية التهاني إلى صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمناسبة الذكرى العشرين لإقرار ميثاق العمل الوطني في المملكة مشيدا بما يتضمنه الميثاق للإسهام لكل ما من شأنه مواصلة التقدم والنماء على كافة الأصعدة معربا عن تمنيته للمملكة ومواطنيها المزيد من التطور والازدهار كما أعرب رئيس الجمعية الوطنية الكورية عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس منجس الوزراء على ما يبديه سموه من حرص واهتمام لتطوير العلاقات الثنائية اشتركوا في القناة